النادي الاهلي هو الاكثر حصولا على البطولات في الكرة الطائرة في كل حاجة الحقيقة ولكن خلينا ندلوقتي نتكلم عن فرحة لعبة النادي الاهلي وفرحة الجهاز الفني وفرحة مجلس ادارة النادي الاهلي الحقيقة لنا بهني مجلس ادارة النادي الاهلي على الشغل الرائع اللي عاملينه مو زي ما قلنا في بداية الكلام لو حضراتكم خدتوا بالكم نحن النادي الاهلي ليس كرة القدم فقط ولكن النادي الاهلي جميع الالعاب وروح الفنيلة الحمرة موجودة في جميع الالعاب في اللي حضراتكم شايفينه في كل اللاعبين وكل الاساطير وكل لعبة النادي الاهلي في كل الالعاب عايز تعمل بطولة سوبر في الطائرة الاهلي حياخدها عايز تعملها لأول مرة برضو النادي الاهلي اللي حياخدها مش هياخدها بالعافية ولا بالكذا لا حياخدها بالاجتهاد وبالعمل وبروح الفنيلة الحمرة لان النادي الاهلي كمجلس ادارة وكجهاز فني وكلاعبين وإدارة نشاط رياضي ومن قبلهم جمهور الحقيقة يستحق كل التحية وكل الحب الحقيقة لانه كل اللي بنوصله او كل اللي النادي الاهلي بيوصله بيوصله من خلال جمهور رائع بيساند وبيدعم وبيقف خلف كل الفرق مش كرة القدم فقط دايما لما بنشوف الكابتن محمود وهو بيتكلم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة وهو بيتكلم عن الانجازات اللي بتتعمل في النادي بيتكلم اولا اولا يقولك الفضل الربنا وبعد كده جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي يستحق كل تحية وهؤلاء اللاعبين الحقيقة اللي دايما مفرحيننا هؤلاء اللاعبين اللي حقيقة لكلهم كل الكابتن انا مش عايز اقول اسم ولا حاجة ولكن كل اللاعبين اللي موجودين كلهم اساطير كبيرة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين دايما مفرحيننا كاهلوية ودايما بيبسطونا كاهلوية وانا متأكد ان الحقيقة الفريق ده وتكريم رائع جدا جدا النهاردة باللي احنا شفناه باللي احنا شفناه النهاردة وهذا الفوز الرائع جدا جدا الف مبروك لرجال الطايرة في النادي الاهلي كان البعض بيحاول ان هو خلي بال حضرتك الطايرة او رجال الطايرة بيكسبوا كل حاجة خلال العشرة خمستاشر سنة اللي فات الحمد لله والشكر لله بفضل جمهور واقدارة وجهاز فني ولعبين اولا فضل ربنا طبعا قبل اي شيء وبعد كده فضل كل الناس دي ولكن السنة اللي فاتت حصل كده في اخر مبارتين حصل موضوع في موضوع القيد وان هم يطولوا عشان حاجات معينة تحصل فاخسرنا البطولتين فاعتقد البعض ان يعني نادي الاهلي وقع نادي الاهلي لا يقع ابدا زي ما حضرتك شايف هاتوا تعالوا ولعبوا يلا الملعب موجود النادي الاهلي ما بيردش غير في الملعب من خلال لعبت الطائرة من خلال لعبت السلة من خلال لعبت الهندبول من خلال لعبت الكورة من خلال كل الالعاب اللي موجودة في النادي الاهلي هو ده الرد دايما عمرنا من نطلع نرد عمرنا يا جماعة والله بنحاول حتى نقول الناس يا جماعة طب نحتفل بيكو يعني محتاجين ان احنا نحتفل بيكو طبقوا معنا يقولك احنا لسه عندنا الموسم كبير وطويل لسه عندنا مباريات أخرى هذا هو الفارق ما بين النادي الأهل إحنا بنحتفل ومبسوطين وسعداء بالشكل اللي إحنا شايفينه وهذا الأداء الرائع اللي إحنا شايفينه ولكن أعتقد أنه خلاص من بكرة ولا من بعده هتلاقي فرحوا واتبسطوا بالبطولة وشكراً للبطولة اللي بعده أو اللي بعد كده هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني عموماً ألف ألف مبروك لرجال الطيرة وألف ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي هذه المسندة والدعم الرائع الحقيقة خلال كل الفترات اللي فاتت حصلت حاجات كتيرة جداً جداً هنقولها ولكن في وقتها ولكن في النهاية يظل دائماً النادي الأهلي فوق الجميع في كل الألعاب هو دائماً فوق الجميع وفوق جميع أبنائه